كيف تمكنت قوى سياسية وحزبية لبنانية على مدى سنوات طويلة جعل شركات محددة أو متعاهدين يفوزون بالمناقصات لتنفيذ مشاريع لصالح الدولة وتقاضي أموال من خزينة الدولة؟ للإجابة، يجب معرفة أن لكل مناقصة دفتر شروط تضعه الإدارة والوزارة وترسله إلى إدارة المناقصات للتطقيق به. وبالتالي، إذا أرادت إدارة عامة أن تسمح لشركة محددة أو مجموعة شركات أو متعاهد من الفوز بالمناقصة، تقوم بوضع شرط أو شروط لا تتوفر إلا في الشركة أو لدى المتعاهد. من هذه الشروط مثلاً سنوات خبرة أو قدرات مالية أو طلب تأمين مالي كبير. في أرشيف إدارة المناقصات وسجلاتها وتقاريرها المنشور بعضها، ثم تأمثلة كثيرة لتحفظ إدارة المناقصات على مثل هذه البنوط. نبدأ مثلاً بدفتر شروط أرسلته وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق نهاد المشنوق إلى إدارة المناقصات من أجل مناقصة لتلزيم شركة تنظيفات داخلية. وكان اللافت الذي أثار اعتراض إدارة المناقصات أن الداخلية طلبت أن تكون لدى الشركة الفائزة خبرة عشرة أعوام وهو عدد سنوات كبير لمشروع تنظيف علماً أن المعتمد حالياً هو سنة أو سنتين كحد أقصى. دفتر شروط آخر أرسل من الداخلية في عهد المشنوق أيضاً لإعداد مناقصة لشراء سلال من الدفاع المدني وقد حدد الدفتر طول السلم في شكل دقيق ليتبين لدى إدارة المناقصات أن هذا البند يخدم شركة محددة تملك مثل هذه المواصفات. لننتقل إلى مناقصة بواخر الطاقة فقد كان لافتاً في دفتر شروطها طلب تأمين مؤقت يصل إلى 100 مليون دولار بين دير عمار والزهراني وأن تكون الشركة الفائزة قادرة على التنفيذ من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ثم تعدلت من ستة إلى تسعة وصولاً إلى 12 شهر على أن تعطى الأفضلية لمن ينجز ضمن الفترة الأقصر. كان رأي إدارة المناقصات والخبراء في هذا البند أن الشركات قد لا تكون جاهزة إلا إذا كانت هناك شركة تعلم مسبقاً بهذه المناقصة وطبيعتها ودفتر شروطها. تبقى في وزارة الطاقة وبالتحديد في دفتر شروط لتلزيم مشروع أشغال غب الطلب لإنشاء خطوط توتر ومحطات تحويل هوائية. فكانت وزارة الطاقة ترسل دفتر متضمناً بنداً يشير لأن الشركة التي يحق لها التقدم يجب أن تكون حاصلة على إفادة ونفذت مشاريع لصالح المدرية العامة للموارد المائية والكهربائية في الوزارة. أي بمعنى آخر أن يكون المتعهد أو مجموعة المتعهدين الفائزين من زبائن الوزارة. بالخلاصة يكاد يكون لكل مجلس أو بلدية أو وزارة متعهدوها المفضلون. ولكل شركة بند أو أكثر في دفتر الشروط يكون مفتاحاً لفوزها بالمناقصات وهدر المال العام وتحاصصه. ترجمة نانسي قنقر